اشتركوا في القناة القمر ما زال موجود في منزلة سعد السعود وهي توطيد العلاقة والحرية والربح والتفريق ورح يمكث فيها حتى تمام الساعة 12 و55 دقيقة بعد الظهر لا ينتقل بعدها إلى منزلة سعد الأخبية وهي للحماية والضرر والظفر والعقد طبعا القمر ما زال موجود في برج الجدي من الآن لغاية الساعة 28 و24 دقيقة مساء بتوقيت جرينتش من هذه الليلة اللي هي ليلة 19 بعدها بنتقل لبرج الدلو معناته أغلب اليوم له يوم 20 رح يكون القمر موجود في برج الدلو وتأثير القمر لما يكون موجود في برج الدلو منشعر أنه إحنا بحاجة ماسة للتغيير فالروتين هو عدو هاي الوضعية منكون ودودين أكثر ومننشط اجتماعيا ومنرغب في الانضمام لنادي أو مجموعة من الرفاق وتجربة أسلوب جديد في حياتنا بيتصرف الناس من حولنا عادة بشكل منطقي أكثر من أنه عاطفي بو سعنا تعزيز صداقة جديدة وإدخال تغيير على مظهرنا الشخصي ككصة الشعر مثلا أو شراء جهاز استيريو أو تلفزيون أو تجربة طعام جديد بالنسبة للزوايا الفلكية فعنا زاويتين فلكيات ولكن سلبيات فعشان هيك القمر اليوم رح يكون منتحس أول زاوية رح تكون زاوية تربيع سلبية بين القمر وإرانوس وهاي رح تكون في تمام الساعة 10 و41 ظهرا وهاي زاوية بتخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك أما بالنسبة للزاوية للتربيع الثانية رح تكون برضو سلبية زاوية هاي رح تكون بين القمر وعطارد رح تكون في تمام الساعة 8 و14 دقيقة مساء وبعض الأشخاص بيشغلوا فكرهم في استحضار ذكريات من الماضي لا طائل منها وبتجعلهم مزاجي طبع طبعا القمر بما أنه موجود في الدلو معناته خلو المسار القادم رح يكون بكرة يوم 21 11 رح يبدأ في تمام الساعة 12 و48 دقيقة بعد منتصف ليل 20 على 21 ورح يستمر هذا ليوم 22 يعني خلو المسار تقريبا أكثر من 24 ساعة وبتزيد عليها أربعة يعني أكثر من 28 ساعة فعشان هيك رح يستمر خلو المسار لغاية صباح يوم 22 ساعة أربعة وخمس دقائق فجرا لا ينتقل بعدها لبرج الحوت بالنسبة لعمر القمر القمر انحسار المربع اللي هو المربع الجديد خمس أيام في تمام ساعة 9 و21 دقيقة صباحا بيصبح 6 أيام نسبة الإضاءة بتصير 35% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العقرب حتى يوم 21 11 المزاج سعيد بنسبة 40% القمر في الجديد بده ينتقل لدلو حتى يوم 22 11 مزاجه منتحس بنسبة 40% عطارد في العقرب حتى يوم 1 12 سعيد بنسبة 15% الزهرة في الميزان حتى يوم 21 11 منتحس بنسبة 60% المريخ في الحمل حتى يوم 7 1 مزاجه سعيد بنسبة 15% المشتري في الجدي حتى يوم 19 12 مزاجه منتحس بنسبة 10% زحل في الجدي حتى يوم 17 12 مزاجه سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثور بيتراجع حتى يوم 14 1 مزاجه منتحس يعني بنسبة 10% نبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 29 11 مزاجه منتزج أي متقلب بين السعادة والنحوسة يعني بتصل بين 10% و 5% على الجهتين أما بالنسبة لبلوتوف الجدي مزاجه سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل ابتنشطوا اجتماعياً وبتسعدوا في لقاء الأصدقاء منكم ممكن يطلقها دعوة لحضور حفل أو مناسبة سعيدة الأجواء داعمة وبناسبة العمل ضمن مجموعة ممكن تخوض مجالات عديدة ومتنوعة أهمش أنك تنظم جدول أعمالك تحسباً لضيق الوقت برج الثور يوم مناسب لللي بيبحث عن عمل واللي بيعمل بينجح في إثبات جدارته للمسؤولين وبحافظ على إنجازاته القائمة أهمش أنك ما تشوه سمعتك الظروف شوي بتكون ضاغطة وممكن تحمل لك فرصة عمل مهم كون متنبه لكل شيء وما تترك الطيش والسهو يتسببوا بأخطاء لا تغتفر برج الجوزاء بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر أو اتصال بعيد وبتزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بجمعكم بأحباءكم بوسعكم اجتياز امتحان ممكن تسافر أو توقع على عقد أو تروج لمواهبك واهتماماتك كون جريء وما ترتبك في المواقف المهمة والصعبة بل إثبت طاقتك وجدارتك بالمواقع المتقدمة الفترة هاي بتحمل انفراج كبير برج السرطان تنهمكوا في إعادة تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب من شراكة أو تعويض مع هيك خففوا من النفقات حاول ترتيب أوضاعك اللي تراجعت في الأيام السابقة وصحح الانطباعات عنك كون واثق من نفسك ومن كفاءاتك ولا تسمع لأحد بالتشكيك بقدراتك ممكن تنشغل بملف إداري خلال هذا النهار برج الأسد بيتركز اهتمامكم حول موضوع الشراكة ابحثوا عن قاسم مشترك بجمعكم بشركاء العمل والعاطفة هاي الفترة تعتبر من الفترات الضاغطة وفيها نوع من أنواع سوء الحظ وفيها يعني تحمل نوع من أنواع التهديد لاستقرارك حاذر من الفضائح بيتميل لفرض الرأي على الآخرين حاول إيجاد المخارج والحلول دون تشنج برج العذراء رغم تراكم العمل أنتوا قادرين على مواجهة وإنجاز حصة الأسد منه نظموا جدوى الغذاءكم وخذوا قسط كافي من الراحة بتلاسمك الواجبات وبترافقك مشاعر مختلفة معظمها قلق نظم وقتك بشكل جيد تفادي لأي تقصير أو تأخير ما تهمل صحتك ولا واجباتك اتجاه الأحبة تحديدا برج الميزان تزداد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم يوم مناسب لممارسة نشاط فني تتحسن الأجواء وبترتفع المعنويات بشكل كبير فترة مناسبة للحوار والنقاش تعتبر من أكثر أيام الشهر حظ فلا تقف متفرجا اسعى للمبادرة أجواء رومانسية ودافئة برج العقرب بيتركز اهتمامكم حول ضبط شؤونكم البيتية والعائلية تجدوا تعاون من أفراد العائلة أهم شي انك تحمي وضعك الصحي من التقلبات والانفعالات ممكن تهتم لأمر عقار ما اتجنب الانفعال والتسرع في إلقاء اللوم على الآخرين مزاجك اليوم رح يكون متقلب ورح تكون متجهم برج القوس ابتنشطوا في أمور الها علاقة بالسفر والاتصالات واللقاءات يكون لكم تعامل مع أخ أو جار ابتكثر التنقلات والزيارات وورشات العمل لحسن الحظ انت بتتمتع بسرعة خاطر وتصرف لكن سيطر على انفعالاتك تضطر لتقديم المساعدة لأحد الأخوة برج الجدي ثم فرصة لمكسب من عمل إضافي مع هيك كونوا حذرين من أي خطوة مالية جديدة خففوا من النفقات ممكن تقدم على إنجاز أو تناقش صفقة أو اتفاقية اعمل بجدية نظم شؤونك المالية وامتنع عن مخالفة القوانين والتورط في مشاريع مشبوهة برج الدلو أنتم ممتلئون نشاط وحيوية وقادرون على مواجهة مشاغلكم وإنجاز الكثير منها شعبيتكم في تصاعد بتكون مستعد للتحرك في كل الاتجاهات تسلط الأضواء على قدراتك وبتنطلق بحماسة وعزيمة كبيرة فترة إيجابية وممكن ترغب في التغيير واقتحام مجالات جديدة برج الحوت بتشعروا بالتعب بسيطر عليكم ضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري وحاولوا أنك تخلدوا للراحة بتسجل هاي الفترة ركود على جميع الأصعدة بنصحك بعدم المباشرة بالتنفيذ تخلص من عاداتك القديمة وانشغل فقط بالمسائل الروتينية احذر من التأخير والخسائر والوعكات الصحية هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر